كان في السيناريو بتاع الصعيدي في الجامعة الأمريكية موجود مشهد البوسة؟ بصي بقى البوسة دي موضوع أحكي لي بقى مشهد البوسة البوسة دي اسمي موضوع يعني أولا أنا عدت التك ده عشرين مرة عشرين مرة؟ عشرين بوسة؟ لا أخذتش بوس كانش بوس عشرين مرة أخوف يعني أنا كل ما أقرب أعمل ستوب أشخيفة؟ أه طبعا عشرين مرة لحد ما أفسي السعيد زعق لي قال لي سيهام الخن بيوا على الأرض يا ماما أترو يا دبوسي يا تطلعي بقى أصلا أحمد صديقي يعني صاحب من سنين وصاحب خطيبي فعلاقتي بي يعني ما خلياني يوقفة قدامه أنا مش مستوعبة أن احنا يتنين هنعمل كده في المشهد وبقى ما كانتش بوسة في الأول يعني كانت أين بقى في الأول؟ أنا اعترضت على البوسة قلتوا يا سيدة أنا مخطوبة والبوسة دي مش هتكمل الجوازة يعني هتعملني موضوع جديرة فقال لي ما تقلقش أنا هعملها بشكل كانت مفروض تبقى في الرقبة تبقى بوسة عن الرقبة أكتوب العرقبة أبوسه وأنا ببوسه أه فرقبته وخلاص ده حل عمله هنا أستاذ سعيد أتري عمله علشان أنا عدت عشرين مرة تيك فقال لي سيهم خلاص ما فيش بوس انتي هتخشي هتبوسي في رقبته وتقعدوا على الكنق وأنتوا قاعدين هتبوسي في رقبته وبعينتوا متوقفوا قلت له حاضر انبسطت جدا وتطمنت وخلاص فيش بوس عملنا من وان تيك وقفنا ستوب البوسة الوحدة من غير أي حوار يعني احنا هنعمل بوسة بس من غير حوار كان ضحك السنين يعني في اللوكيشن بس عملت البوسة وعدتها وعملت لي مشاكل يعني عملتها كم مرة خلت كم تيك في البوسة لا والله هيوة تيك واحد تيك واحد من الشقة والتيك من ناحة تانية من وجهة نظر أميرة فتحي ده التيك التاني يعني مرة تيك وتيك في التصوير الفوتوغرافي والتالت كده مستخدين يعني البوسة دي تصورت ثلاث مرأة اه للاسا اه للاسا احكي